تعول الأطراف السياسية في كاركوك كثيراً على تدخل رئيس الوزراء بحل أزمة تشكيل الحكومة المحلية بعد إخفاق جميع المبادرات بتقريب وجهات النظر مدى تجاوب الأحزاب مع مبادرة السوداني ووتيرة سير المفاوضات نتابعها مع مهند التميمي لا تزال الفجوة كبيرة بين الكتل السياسية الفائزة في كاركوك حول تسمية منصبي المحافظة ورئيس مجلس المحافظة بالرغم من تدخلات السوداني لمرات عدة إذ يرى مراقبون إن مساعي رئيس الوزراء هذه المرة تحمل رسائل لتقريب وجهات النظر للوصول إلى توافق يجمع كافة الأطراف حجم التحديات كبيرة جداً السوداني يسعى للتوافق ما بين إرضاء الكتل السياسية في كاركوك سواء العربية والكردية والتركمانية أو جميع الأطراف سوف تكون هناك اجتماعات جانبية أخرى تضم الكتل السياسية الكردية والتركمانية كلهم على حدة لغرض بيان مدى المرونة في تقريب وجهات النظر لتشكيل إدارة كاركوك المضي بتشكيل مجلس محافظة كاركوك لإنجاز مهامه التي انتخب لأجلها يحتاج إلى توافق الجميع وضرورة تعاون كافة القوى الوطنية من أجل تحقيق استمرار الخطط الحكومية في الجوانب الخدمية والتنموية بالرغم من التحديات الكبيرة التي تشهدها الساحة السياسية هناك توافق بين الثلاث تقريبا ثلاث كتل اللي هي البارتي مع الجفهة التركمانية مع الجفهة العربية هذه هذه المبادرات اللي ممكن أن تشكل حكومة أو تشكل اختيار محافظة في محافظة كاركوك كل طرف يشكك في الطرف الآخر أدى إلى تقريبا تمزيق الوحدة لكن تدخل دورة رئيس الوزراء أدى إلى دمج هذه أو شد عمل هذه الوحدة ويبدو أن تدخل السوداني هذه المرة يعطي مؤشرا على أن تسمية المحافظة ورئيس مجلس محافظة كاركوك بات قريبا بحسب مراقبين مع التأكيد على إشراك جميع المكونات من كاركوك وانا ديتميمي قناة الرابعة ترجمة نانسي قنقر